السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني يارب تكونوا جميعا بخير فيديو النهاردة فيديو مهم وانحل فيه مشكلة بتواجه الناس كتير جدا هي مشكلة تراكم التلج على مصورة الراجع بتاعت مطور التلاجة الناس كتير بتتفاجئ لما بتلف التلاجة بتلاقي فيه تلج كتير جدا على مصورة الراجع وبيتساءل التلج ده جه منين زي ما حدراتكم شايفين كده ادي التلج على مصورة الراجع طبعا ما بيكونش عارف ايه السبب وايه المشاكل اللي ممكن تخلي التلج ده يتراكم على مصورة الراجع هنعرف باذن الله الاسباب اللي تخلي التلج يتكون على مصورة الراجع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وهل ده ضرر على التلاجة ولا ما فيش مشكلة ممكن نشغلها كده لو التبريد عندنا كويس وانسابها زي ما هي كل ده هنعرفه باذن الله في فيديو النهاردة عشان الناس اللي كان بتسألني عن المشكلة دي بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عالكل عشان ينصلك كل الفيديوهات الجريدة اول باول سواء صيانة او باعجزة ما تبخلش علينا بدسط اللايك عشان الفيديو يوصل لا اكبر عدد من الناس وكل يستفاد يلا بينا عشان ما نطولش الفيديو النهاردة نشوف المشكلة دي هتتحل ازاي دلوقتي تعالوا انتعرف على اول سبب يخلي في مشكلة لظهور التلجة على مصورة الراجع بتاع مطور التلاجة لو حضرتك فيه حضرتك لسه شاحن التلاجة من فترة قريبة جدا وبعد كده لقيت التلج متراكم على مصورة الراجع زي ما حضراتكم شايفين كده اعرف على طول ان الفني اللي شحلك التلاجة شحلك فريون زيادة كده في فريون زيادة في التلاجة وساعتها لازم تفضي شحنة الفريون زيادة مش بتفضي شحنة الفريون كلها بتفضي الشحنة زيادة فقط ساعتها بيكون الفني اكيد ميركب لك بلف خدمة بتفك كده البلف بتاع الخدمة وبتجيب العداد اللي بنشحن بيه ونشوف الكمية بتاعة التلاجة بيكون طبعا مكتوب على التلاجة التلاجة دي بتاخد كمية فريون قد ايه لازم تعمل على نفس كمية الفريون ما ينفعش تزود الناس اللي بتفكر ان انت لما تزود فريون التبريد التلاجة بيكون افضل بالعكس لازم تكون الفريون مظبوط بالزبط ما يبقاش ولا اقل ولا ازيد اقل بيعمل ضرر ازيد برضو بيعمل ضرر وبعد ما بنزبط شحنة الفريون هنلاحظ زي ما حضراتكم شايفين كده مصورة الراجع اللي كان متكون عليها تلج التلجة هيبتدي يختفي ويروح اهو زي ما حضراتكم شايفين كده كل التلج ده هيتشال وهتتحلى عندنا المشكلة ده زي ما قلنا لو عندك التلاجة تشحنت وبعد كده ظهر المشكلة تراكم التلجة على مصورة الراجع طب الناس برضو اللي هتسألني وتقول لي الشحن الزيادة ده فيه خطر على التلاجة طبعا ده فيه خطر بيكون حمل زيادة على المطور والمطور هيقعد فترة معاك وبعد كده هيتحرق فلازم تحل المشكلة دي ماينفعش من انت تتجاهل المشكلة دي ولازم تحلها وتفضي شحنة الفريون الزيادة عشان المطور يشتغل مرتاح تمام كده وكمان المطور يديك افضل تبريد لو المطور فيه شحن زيادة تبريد برضو التلاجة ما بيكونش افضل حاجة التبريد بيكون ضعيف او كده تحلت المشكلة وما بقاش فيه اي تلج خالص على مصورة الراجع بتاعت التلاجة بعد كده بنبتدي نفك العدات بتاعنا وبنقفل الغطة تاني بتاع بلف الخدمة وكده يكون حللنا المشكلة لو كان عندك مشكلة في ريون زيادة في التلاجة طبعا ده الحل لو قلنا التلاجة لسه مشحونة منورايت طب لو انت مشحنتش التلاجة ولقيت المشكلة بتاعت التراكم التلاجة على المصورة تعالوا نشوف السبب التاني ساعتها بنبتدي نتأكد من الترمستات بتاع التلاجة سواء شغال ولا تالف طبعا لو الترمستات تالف لازم يتغير عشان لو الترمستات تالف مطور التلاجة هيفضل شغال باستمرار ومش هيفصل خالص ممكن كمان تتابع التلاجة تشوفها بتفصل ولا لأ ولو التلاجة ما بتفصلش لازم تتأكد من الترمستات وتغير الترمستات عشان لو الترمستات في مشكلة برضو هيعمل لك نفس المشكلة وجود تلج على مصورة الراجع بتاع المطور وطبعا ده برضو غلط على المطور ان هو يفضل شغال باستمرار كل ده بيقدي لتالف مطور التلاجة فلازم نغير الترمستات ونستبدله بواحد جديد تعالوا نشوف السبب التالت اللي ممكن يخلي المشكلة دي تظهر في تلاجتك وهو مشكلة في مروحة توزيع التبريد زي ما حضراتكم شايفين كده بص التلاجة دي مروحة التبريد بتاعتها متوقفة وده شكل التلج اللي قدامكم والمروحة متوقفة مش شغالة طبعا ده كله بسبب ان المروحة مش شغالة وما فيش تبريد بيتوزع داخل التلاجة طبعا هتلاقي التبريد ضعيف جدا داخل التلاجة وبرضو هتسبب مشكلة تجميد مصورة الراجع او مواسير التلاجة هتلاقيها متجمدها والمكسف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لا اما المروحة فيها مشكلة والمطور بتاعها عاوز يتغير او تالف وكمان ممكن تكون المروحة شغالة وما فيش كهربا واصلة للمروحة فلازم تتأكد من المروحة لازم تتأكد من توصيلات المروحة كمان لازم تتأكد من مفتاح الباب لو مفتاح الباب تالف فبرضو المروحة بتاعت توزيع التبريد مش هتشتغل ودول التلات اسباب الرئيسية لوجود تلج على مواسير مطور التلاجة ويا ريت كده نكون قدرنا نوضح لكم المشاكل الاساسية اللي ممكن تخلي معاك مشكلة دي تظهر يا ريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناة هتلاقي فيديوهات كتير جدا لحل مشاكل جميع الاجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية ولو في عندك مشكلة ومش لقيلة فيديو على القناة اكتب لي في اي كومنت وبإذن الله حول اتواصل معاك هحل لك مشكلتك او هنزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناة يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة كده عملينا واشوفكم في فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك سلام